بسم الله الرحمن الرحيم عندنا النهاردة حديث شريف قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بالدين المعاملة أي أن الإنسان في الأرض أخ لأخيه فكلنا إخوة وإخوات خلقنا الله سبحانه وتعالى من أب واحد وأم واحدة أبونا آدم وأمنا حواء ونحن جميعا نعبد الله تعالى وقد أوصان الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بحسن معاملة أهل الكتاب لأنهم أصحاب عهود ومواصيق من أيام الرسول فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقسه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغيرتي بنفس فأنا حجيجه يوم القيامة سنق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرزه الترميزي في سننه هنا الحديث يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان المؤمن بالله حق عبادته عليه أن ينفذ ويتيع أوامر الله ورسوله فالرسول وصانا بالمعاهدين من هم المعاهدين هم أهل الزمم وأهل الأديان الأخرى وأهل المواسيق الذي أخذ الرسول معهم مواسيق وعهود تحميهم وتضمن حقوقهم الشرعية في الأرض فنحن لا يجب أن ننتقس منهم حقوقهم ولا نكلفهم فوق طاقتهم ولا نأخذ منهم شيئا بغير رضا فالإنسان الذي يفعل ذلك يكون الرسول حجيجه يوم القيامة أي خسمه يوم القيامة يبتعد عنه ويتركه في النار فقد سرق الرسول بهذا القول أن الإنسان يجب عليه تنفيذ كل ما جاء بالحديث فالإنسان المؤمن حقا إذا لم ينفذ فعليه العقاب وإذا نفذ فينال رضا الله سبحانه وتعالى وشفاعة رسوله الكريم شكرا